أمنياً تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط بمن بتفكيك شبكة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص تتروح عمرهم بين 35 و 54 سنة ينشطون في التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية قضية الحالة التي تمت تحت إشراف نيابة المختصة إقليمياً جاءت استغلالاً لمعلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يحتمل قيامه بتزوير الوثائق الإدارية بمسكنه أين أسفلت عملية تفتيش مسكن هذا الأخير وضبط عدة أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير وواصلة التحريات تمكنت عناصر ذات الفرقة من تحديد هوية وتوقيف عناصر باقي الشبكة الإجرامية حيث أسفلت عمليات العملية أقول عن ضبط هوا حجز إختام خشبية دائرية ومستطيلة الشكل تستعمل في التزوير محررات إدارية ومصرفية وجهاز للتزوير إضافة إلى بطاقات رمادية وسجلات تجارية بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة إضافة رعائلية ووثاقة إدارية مزورة بالإضافة إلى مبلغ مالي أن تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة المختصة إقليبيان